هلو فيبادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر محمد طلحة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الفرق بين arrive, reach and get لما بيجو التلاتة بمعنى يصل طبعا انا بفرق بين التلاتة افعال دول لما يجو بمعنى يصل على حسب ال preposition اللي جاي وراهم على حسب حرف الجر اللي جاي وراهم يعني arrive بلاقي ان اللي جاي وراها in or at reach ما بيجيش معها اي حروف جر get عشان تبقى معناها يصل لازم يجي وراها to يبقى اذا لما هشوف in or at على طول هروح لarrive لما مش حلاقي حرف الجر على طول هختار reach لما حلاقي to على طول هختار get for example على سبيل المثال لما يجي وقل لي he arrived or reached or got at the party late طبعا هنا لما هبص على حرف الجر اللي وراها حلاقي at وطالما شفت at او in يبقى على طول من غير ما فكر لازم ااخد كلمة arrived وهنا لازم هلاحظ حاجة ان at بتيجي مع الاماكن الصغيرة اما in بتيجي مع المدن والبلاد يعني لو شفنا المثال التاني اللي بيقول لي فيه طبعا هنا برضو هبص على حرف الجر in فبالتالي لازم هروح لarived ولاحظ ان انا جبت in عشان بديني لندن واللندن دي مدينة كبيرة المثال التاني لما يجي وقل لي طبعا هنا هبص ورق الاقواس حلاقي to وto ما ينفعش تيجي مع reach ولا ينفع تيجي مع arrived يبقى اذا هنا هختار على طول got المثال التاني لما يجي وقل لي وصل المحطة متاخر هنا لما هبص ورق الاقواس مش هلاقي اي حرف جر وطالما لقيتش حروف جر فانا بغمت هختار reached لكن لازم اخلي بالي ان في بعض الاماكن ما ينفعش اجيب مع حروف جر مع التالت افعال like home and like there الكلمتين دول مستحيل تلاقي حرف جر قبلهم مع التالت افعال فبالتالي مش هجيب لي اختيارات ابدا في التالت افعال وهم يديني الكلمتين دول اذا انا هنفع اقول he reached home ممكن اقول he arrived home and he got home late لاحظ مع التالت افعال ما جبتش اي حروف جر لان المكان بتاعي home وكمان مع كلمة there ده كان الفرق بين التالت افعال دول arrive, reach and get لما بيجوا بمعنى يصل thank you very much for watching اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا ما تنساش like, share, subscribe and don't forget the bell عشان يوصى لكل جديد goodbye السلام عليكم